ولك الحمد إذا رضيت رضيت بالله ربنا وبالإسلام يدينه بسيدنا محمد نبي ورسوله نحن اليوم في مدينة عيل بيضة ولاية أم البواقي إحدى حواضر الشرق الجزائري العزيز على أمتنا الجزائرية التي لا فرق فيها بين أبناء الشرق وأبناء الغربي أو أبناء الشمال وأبناء الجنوب كلنا أمة واحدة كما قال ابن بديس رحمة الله عليه ما جمعته يد الرحمن لا يمكن أن تفرقه يد الشيطان أثرت أن أترك الكلمة لما يتعلق بمبادرة التلاحم الوطني لأن في هذا اليوم يوم 18 من شهر أوت هي الذكرى الأولى لمبادرة التلاحم الوطني من أجل تأمين المستقبل إنه تلاحم نؤكد فيه في حركة البناء الوطني بين جيشنا وبين شعبنا بين رئيسنا وبين أمتنا بين حكومتنا وبين سلطتنا وبين معارضتنا من أجل التحدي ومن أجل التصدي لأي تحديات أو مخاطر خارجية إنه اليوم وقبل سنة كانت هناك تهديدات ومخاطر كبيرة يتعرض لها وطن العزيز الغالي فبادرنا مع مجموعة من الإخوة ومن الأخوات في النخب الوطنية أحزاب ونقابات وجمعيات وكتاب ومدونين وسحفيين وعلماء وأيماء ومواطنين بادرنا بمباء التئام لأكثر من 1400 جزائر وجزائرية من أجل هذا الوطني من أجل صيانة ودعات شهداء من أجل الالتحام مع مؤسسات دولتنا من أجل أن يبقى الشعار الخالد الذي نحته الحراك المبارك العصيل جيش الشعب خوة خوة من أجل أن نتناسى الأحقاد من أجل أن نتناسى الخلافات من أجل أن نتوحد مع بعضنا من أجل أن نعطي رسالة لذلك الحركي لذلك الكيان الوظيفي الذي أراد أن يمزق سفنا الداخلي وأراد أن يبحث عن فجوة يدخل بها إلى صفنا الوطني وأراد أن يؤسس لنا إلى طائفة سياسية يتقاتل فيها الجزائرين بعضهم مع بعض حتى يسهل له الانقضاض على الدولة الجزائرية وتفكيك الجيش الوطني وتقسيم الوحدة الوطنية كما ناد سفير ما يسمى بجلالة أو ما يسمى بأمير المؤمنين بحق تقرير مصير جزء من الشعب الجزائري إنه مخطط قذر إنه مخطط قذر أراد أن يمس به وحدة أمتنا ووحدة شعبنا ويمس بأمننا وباستقرارنا وبوحدة جيشنا وبتماسك أجهزتنا الأمنية من أجل أن يتفردوا بالمنطقة لتتبع مسلسل التطبيع إلى الكيان الصهيوني وهيهات هيهات هيهات أن يكون ذلك في أرض الشهداء في أرض سقية بدماء الشهداء في أرض في أرض العلم والعلماء في أرض النخوة والكرامة والشهامة فجاءت مبادرة التلاحم الوطني وبدعم مباركها رئيس الجمهورية وباركتها عديد من المؤسسات والتحم وطنيون كرماء أعزاء تناسوا خلافاتهم وأرسلوا الرسالة واضحة إلى الأعداء إلى المتربسين بأنه لا حركي ولا قومي بيننا كجزائرين أن يقسم صف الأمة الجزائرية ولا أحد مننا يرفع بندقيته في وجه أخيه الجزائري ولا كائن من كان حزبا أو منظمة أو نقابة تتوجه بعنف لفظي أو عنف مادي تجاه جيشنا أو مؤسسات دولتنا لأنها تقع عليه المهمة الأولى في سيانة وديعة شهداء إنه يوم مشهود من أيام الجزائر وما كان ذلك ليكون لولا دعم واضح من أخي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي اليوم نجوب الجزائر جنوبها شرقها غربها شمالها من أجل أن نقول للأمة الجزائرية إننا كحركة البناء الوطني وإننا كعموم الأحزاب السياسية كأغلبية المنتخبين في الولاية وفي البرلمان وفي البلديات كأغلبية للأحزاب كأغلبية للنقابات كأغلبية ساحقة للمنظمات ككل المنظمات الجماهيرية ككل العائلة الثورية كعموم الشعب الجزائري نضع يدنا في يده كي يواصل المسيرة من أجل إنجازات أخرى يحقق فيها آمالة وطموحة الأمة الجزائرية يحقق فيها العيش الكريم للأمة الجزائرية يحقق فيها عزة وكرامة أمتنا الجزائرية يحقق فيها إيجاد مناصب شغل لشبابنا البطال لطلبتنا المتخرجين من الجامعة يحقق فيها وحدة كما كانت في الحراك المبارك العصيل خاوى خاوى شعب وجيش يحقق فيها يحقق فيها سعادة المواطنين يحقق فيها رفاهية المجتمع يحقق فيها دولة محورية تقود المحورة وتؤثر في العالم دولة لا تمهارس نقل الرسائل من القوى المهيمنة الكبرى إلى القوى الضعيفة وإنما دولة جزء من النادي العالمي الذي يصنع القرار الذي يصنع المواقف ينقل الذي يصنع القرارات ويصنع المبادرات في إقليمنا ويكون سببا في الأمن والاستقرار في محيطنا الملتهب وابتهجنا أي مبتهاج بحكمة رئيس الجمهورية إذ رغم الاستفزازات التي وقعت من جارنا في النيجر لم يرى منا أي كلمة بذيئة ولا أي تصرف سلبي حتى جاء رئيس الوزراء بالنيجر قبل أيام قليلة ليزور الجزائر وعاد الدفء إلى العلاقات هكذا بحكمته نتجاوز الأزمة مع دولة مالي ويسعى بكل ما أوتي من جهد لإعادة اللحمة إلى أشقائنا في مالي وهكذا بحنكته وبجرأته وبقوته يناصر الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره وهكذا بحكمته وبما نملك من مقومات يضع يده في يد مختلف شركاء الساحة الليبية من أجل أن يحقنوا دماءهم وأن يحتكموا إلى لغة العقل ولا أن يجلسوا على طاولة السياسة لا على فرق الاحتراب إنهم أبناء شعب واحد فلماذا هدكوا الأعراض في ليبيا ولماذا سفكوا الدماء ولماذا الارطهان إلى هذا المحور أو إلى ذلك المحور فلا خير في أي تدخل أجنبي إن الثورة الجزائرية انتصرت لما رفضت أي إن كان أن يتدخل فيها كانت مصر تدعم الجزائر وكانت سوريا تدعم الجزائر وكانت العراق تدعم ثورة الجزائر لكن رفضوا لأي إن كان لا لجمال عبد الناصر ولا إلى مسؤولين في العراقي ولا في سوريا أن يتدخلوا في الدولة الجزائرية وفي قراراتها وفي ثورتها وفي حكومتها المؤقتة ذلك هو سر نجاحي بعد اللحمة الوطنية بعد رص السف الوطني بعد التآلف مع بعضنا بعد التآخي بعد وضع يدنا في يد قيادتنا كان ذلك هو السر في نجاح ثورة الجزائر المباركة وبذلك نتغلب عن كل الصعاب وكل التحديات وكل المخاطر لأننا أمة كما قال الإمام عبد الحميد بن بديس جماعتها يد الرحمن وهيهات لمن جمعت يد الرحمن أن تفرقه يد الشيطان اليوم جئناكم ونطلب منكم يا أهل ولاية أم البواق بأسرها وبدوائرها في عين البيضة وفي عين مليلة وفي عين كرشة وعين فكرو وفي كل دوائرها وبلديتها بأن نضع اليد في اليد لمناثرة هذا الرجل عبد المجيد تبون الذي ضحى رغم ما أصابه من مرض إلا أن الله سبحانه وقدره شفاه وعالجه وقام